السلام عليكم شباب وفيديو جديد على قناة ليلو جيمز مع لعبة ارينا بريك اوت مشارح لعبة ارينا بريك اوت وده الجزء التاني عملت الجزء اول من شرح اللعبة للناس اللي لسه اول مرة تبدأ تجرب اللعبة واللي اللي ما شافش الفيديو هتلاقوه تحت في الوصف اسفل الفيديو قبل ما ابدأ ما تنسى اجداد عمل بلايك والاشتراك في القناة نبدأ على طول عشان خاطر بس الاسئلة اللي بتيجي نتكلم على الجودة اهم حاجة لازم تبقى انت عارف اللي انت بتلعب نسخة بيتا يعني النسخة ما هياش كاملة عشان تدقى قوي في موضوع الجودة فالجودة طبعا اكيد ممكن ما تبقاش في افضل حالها او فيها مشاكل بسبب اللي انت لسه تلعب نسخة بيتا المهم انت عايز بقى تجيب مسلا جودة قليلة او جودة عالية فانت بتخش على الجرافيك وده على حسب نوع الجهاز بتاعك لو انت عايز في الفريم او في الجودة فانت لازم يكون الهاتف بتاعك بيبقى مدعوم وكون قوته هاتف كويس عشان خاطر تعرف تشغل الحاجتين مع بعض لكن انت لو الهاتف بتاعك مسلا امكانياته قليلة شوية مش هتعرف تخلي الفريم عالي اوي والجودة عالية اوي اللي اتنين مع بعض وميش هيبقى على حسب الهاتف بتاعك طبعا فيه العاب بتقبل انت ملايش علاقة بقى الهاتف بتاعك بيقبل ما بيقبلش انت ممكن تجيب وممكن تجيب في الالعاب التانية ومالوش علاقة بس كان الهاتف بتاعك بيدعم وبيدعمش لك لكن فيه العاب بتهم حاجة بتهتم بموضوع الهاتف ممكن تلفونك يسخن لا هي انا مش عايز التلفون يسخن فيقلل لك من الفريم شوية اه ويدي لك جودة مسلا في المتوسط عشان خاطر برضو يديك سلاسة في اللعب وفي نفس الوقت يحافظ على الهاتف بتاعك اللعبة دي بنفس النظام كده يعني انت ما تعرفش تجيب سوبر هاي وتجيب الترا فريم اللي اتنين مع بعض مش هيجي لو كانت الفونك قوي شوية يعني من الهواتف العالية عادي يجيب اللي اتنين مع بعض مفيش مشكلة لكن في الفئة المتوسطة مش هتعرف تشغل اللي اتنين انت عايز بقى تقلل الجودة خالص فبتجيب اللي هي اقل حاجة خالص في الجودة فهم زي وبتجيب على الفريم في في المتوسط لانيت والله ان برضو الفريم محتاج لهو يعلى شوية فانت ممكن بتخليه هاي او سوبر هاي بس اما حاجة ان الجودة تبقى اقل حاجة عندك عشان خاطر معدل الفريمات ما يقعش خالص من من اللعبة ندخل على طول في موضوع اللوت والشخصيات اللي بتبقى موجودة معاك انا مش عارف كنت انت عارفين الكلام ده ولا لا بس عشان في ناس برضو سألتني في نفس الكلام فانا برضو هاجاوبهم واللي برضو اللي ما عارفش يعرف اللوت يا جماعة اللي انت بتعمله ده بينقسم الى اتنين فيه جزء انت بتبدله وجزء التاني انت مدبيعه طبعا اللي بتبيعه على حسب لوازت عايز تبيع كل حاجة مفيش اي مشكلة عايز تبدل على حسب الشخصيات اللي موجودة بتدخل عليها تلاح الحاجات اللي عليها مربعات خضرة وكاملة تعرف ان الحاجات دي كاملة عندك يعني اللوت ده متوفر عندك وتقدر اللي انت تبدل الحاجة طلب هي مقفولة كده انت بتقطع عليها وبتشوف العدد اللي هو مطلوب منك فانت بتلوته عشان خاطر تعرف تبدل طبعا في حاجات اللي انت بتشتريها منهم بتشتريها اقل من الماركت هتقول لي ازاي ليه هم طبعا يبقوا هالي باقل من الماركت هقول لك مساء البسيط انت دلوقتي لو رحت تشتريت سلاح مثلا ختملوا خمس تلاف هل انت لما تجي تبيعه هتبيعه بخمس تلاف لأ طبعا هتبيعه اقل الناس دي بتاخد منك السعر الاقل دول وتبيعه لناس تانية بالسعر اقلال عشان كده انت لما بتشتري منهم بتاخد الحاجة باقل من الماركت ده هو السوق السوق ده او اللي في اللعبة ده اختصار على طول في اي توضيح تاني قولولي برضو وانا وضح حلقه مرة تانية بس هو ده البلاك ماركت ونيجي على طول بقى الهم حاجة وهي طريقة اللعب في لعبة ارينا بريك اويت في حاجة انت لازم تكون اخدت بالك منها انت لو واول ما نزلت اللعبة كان في فيديو تعليمي كده في الاول كان معاك الشخصيات كان بيعلموك ازاي تضرب وازاي تلوت كان بيفاهموك الحاجات اللي هي في بداية الجيم لو انت اخدت بالك من طريقة هم لعبهم هي مفروض تكون اللعبة دي كده ده المفروض دي مش لعبة شباب لعبة تيك تيك اللي لعب برضو لعبة رامبو سيكس اكيد عارف برضو نفس النظام لعبة تيك تيكية ما هياش زي مسلا بابجي او كولوف دوتي والكلام لأ فيها تيك تيك عالي جدا عارف كويس انت بتلعب زي الجيم اللي انت شايفو ده ده والله هو جهب الصدفة على الرغم اللي هو ما فهوش مسلا اكشن كتير يعني ما فهوش اه الصدفة برضو ما جابتش ان يكون في سكوادات داخل الجيم كتير بس الناس اللي انا لعبت معها دي ترقيتها حلوة جدا جدا في اللعب ده اللي انا نزلت معهم عارفين يعني ايه لعبة تيك تيك بينزلوا كده بانتظام والناس كلها ما بتتفرقش عن بعض طبعا انت بتجي تلعب بتلاقي واحد نزل في واحد راح الشرق واحد في الغرب وتتلاقي واحد لوت ومشى مع نفسه وطلع برا الجيم وخلص وخلص وتلاقي نفسك في الاخر انت لوحدك ده الاغلبية للناس بتلعب بالطريقة دي اللي هي الطريقة العادية جدا بتاعت البتل رويل لما بيجي ينزل بالطيارة بتلاقي كل واحد بينزل مع نفسه في اي حتة المهم سواء انت نازل مع جيم لوحدك او مع تيم فانت المفروض تكون واخد حذرك جدا وما تستهنش باي حد قدامك ما تقولش عاصل ده بوت البوت اعتبره كأن واحد عادي قصادك خصم قدامك فانت بتتعامل معه ملوش علاقة بقى ببوت او غير بوت فهما حاجة تكون واخد حذرك جدا والحاجة التانية ان يكون متوفر معاك في سلاحك يكون في طلقات في السلاح بتاعك جدا وفي اللي هو يكون متوفر عندك لان ده بيأثر عليك بشكل كبير جدا ممكن تضيع في لحظة ما لقيتش طلقات مفيش في الموضوع بيبقى بيزداد صعوبة معك في اللعبة ممكن تنزل بسلاح واحد السلاح التاني ممكن تسيبه فاضي اللي بتقتله تاخد السلاح بتاعه وتاخد الطلقات بتاعته معاك فالاتنين كده بيفضل معاك كل ما بتقتل حد تفضل بقى تبدل ترمي الاديم وتاخد الجديد على الوضع ده طول الجيم ها شغال انت لازم معاديم فتعرف اللي انت متطمر بالذات لما يكون يعني منتظم بالطريقة دية لانه فعلا بيلعبه بطريقة احترافية جدا ما لديش علاقة بقى اه بالموضوع الاحتراف اللي انت اللي انت مسلا بتتخيله اللي هو بقى نعمل كم كله النهاردة لا هو نازل عارف يعني ايه اللعبة فبنازل على الاساس زوت طب ارينا هي النهب او السرقة حسن ما بيسموها فهو نازل يلوت وبيخلص المهمة بتاعته وبيخرج من الجيم ده دي دي اللعبة بتبقى بالطريقة ديت وبعدين برضو في حاجة انت المفروض تكون عارفة ان دي نسخة بيتا يعني انت بتجرب فيها كل حاجة مبدئيا كده هو اللعبة فعلا لها نظام لعب انت عايز تمشي عليه ماشي ايه تعلمه ومشي عليه في النسخة البيتا انت بقى لك طريقة تانية بتلعب بها مسلا في العاب البتل رويل فانت انزل بطريقتك وشوفها لو ماشي معاك الطريقة بتاعتك فاعتمد الطريقة بتاعتك ما كانش خلاص ترجع لنظام اللعبة وتمشي على طريقة نظام اللعبة هو ده المفروض انت بتجرب الكلام ده في النسخة البيتا ومتزعلش على اي اسلاح يروح منك المشكلة مع انت اساسا مش هتاخد حاجة النسخة هتقفل كل ده هيروح وتبدأ من اول وجديد لما ينزل بقى سواء كان هينزل نسخة تجربية تالتة او اللعبة هتنزل بشكل رسمة على طول فكل حاجة بتتمسح وتبدأ من الصفر فانت المفروض بتنزل بقى بتعمل اللي انت عايزه احنا اتكلمنا في موضوع الحساسية السلاح وبرضا عملت الفيديو عليها واسوبها لك في الوسط وتركيب السلاح اساسا عملنا برضو فيديو عليه على الرغم اللي انت بيجي لك سواء هدايا من اللعبة اه اسلحة متركبة جاهزة يعني فانت ممكن تستخدم الاسلحة دي وتعمل عليها الحساسية بتاعتك عشان خاطر تعرف اللي انت تلعب التصويب والكلام ده لاني ده برضو بيفرق معاك في الجيم حسية السلاح ونختم بقى الفيديو بحاجتين مهمين جدا وهو الهاكرز والهاكرز ده يعني كانت حاجة صعبة جدا طبعا تم حذر اكتر من تلات تلاف شخص بسبب موضوع الهاكرز في لعبة ارينا بريك اوين يعني انا حضرت الحاجتين مع بعض وسبحان الله اه في لعبة اه الماب بتاع اه والماب بتاع يعني كنت نازل معتين محترف جدا وقابلنا رهيب جدا يا جماعة الهاكر ده بكان غريب الشكل اللي انت اساسا بتضرب عليك نار من كل حتة واساسا مفيش حد قدامك مهما تعمل اسكوب مهما تدور على اي حد مفيش اساسا حد موجود لدرجة اللي فيه اتنين من اللي معايا لما ماتوا جينا احنا عشان ناخد اللوت بتاعهم ملقناش حاجة في اللوت بتاعهم الشنطة بتاعتهم فاضية مفيش السلاح مفيش اي حاجة كل حاجة تخذي ما تعرفش ازاي فكان هاكرز كان صعب جدا والحاجة بقى التانية برضو اللي هي الوحشة في اللعبة في اي لعبة متا بتقابلها وهي الناس اللي بتعطي كنبر كده اللي هي بتكن في مكان كده ومحدش معلاها حسن وده انا قابلته في الماب بتاع يعني انا كنت لسه نازل معاعدتش يعني مفيش مكملتش دقيقة كان في مكان زي ده قلت ام ماجي مسلا اخش اشوفه يعني كان شبه بدا في في الارمر بالزبط فاما جيت نحيته اتلاقيت فيه جسس كتير مرمية يعني فيه كاكتر من الشخص ميتين فانا امتواخد حاجز كده قلت اشوف يعني الناس دي يعني ماتو امت اساسا ده هو اللي بدا للجيم لسه بادئ يعني انا حتى ما سمعتش طلقات نار ولا سمعت الكلام ده فيدوبك لسه يا دوبك يعني بفتح عدسة بس اللي سكوب عشان اشوف اخدت واحدة في مكان وموت في ساعتها دي بقى اللي بيتقال عليها الناس الرزلة الناس اللي انت في جيم كده تم رزل عليك مرة واحدة يعني انت ملحيتش تعمل حاجة واخدت واحدة وموت وسلاحك كله خسرته فانت بتتخنق بصراحة من اللعبة بسبب الكلام دوت فانا طبعا بلغت الشركة بصراحة عليه وهتمنى اللي ياخد بان عشان بعد كده يحرم يعني يبطل بقى كامبارة ويلعب عادي زي الناس في النهاية شباب برضو بعتزل لو كنت وطولت عليكم الفيديو بالرغم بصراحة اللي اللعبة بصراحة تستاهل ان الواحد يقعد اربع عشرين ساعة يفضل يقعد يتكلم عن اللعبة بصراحة ما بزهقش منها بصراحة يعني وهم ده كتاخر حاجة يا شباب لو عجبك الفيديو بتسلسل تدعمونا باللايك واللي اشتراك في القناة ولو في اي حاجة تانية برضو اكتب لها تحت في الكومنت وان شاء الله برضو هجاوبك عليها او اعملك فيديو مخصوص لها ما فيش اي مشكلة شوفكم على خير يا شباب سلامة اشتركوا في القناة